السلام عليكم نتمم دروس النشاط العلمي الآن مع تعرف الكسوف وش والخصوف إذن كسوف الشمس وخصوف القمر إذن نبدأ بطاهرة الكسوف يعني كسوف الشمس إذن يحدث الكسوف أو الكسوف وعندما تحجب أشيعة الشمس عن سطح الأرض ويكون النهار مظلما لمدة معينة تتجاوز تتراوح بين سبعة دقائق وهذا عند حدود الكسوف الكلي للشمس يعني عندما تحجب الأشيعة الشمسية كليا عن سطح الأرض وحدثت هذه الظاهرة بالمغرب يعني الكسوف الكلي سنة 1984 وحدث الكسوف الجزئي سنة 2006 دائما بالمغرب إذن الكسوف الجزئي هو عندما تحجب فقط جزء من الأشيعة عن سطح الأرض أو عن منطقة من على الأرض إذن الآن كيف يحدث هذا الكسوف إذن كيف يحدث الكسوف الشمس إذن تحدث ظاهرة الكسوف عندما تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة في هذا الترتيب إذن الكسوف وعندما تكون الشمس ثم يليها القمر ثم الأرض على استقامة واحدة على خط مستقيم واحد إذن أعيد الشمس القمر والأرض إذن القمر يكون بين الأرض والشمس على نفس الخط المستقيم على استقامة واحدة إذن كما يبين لنا الرسم التالي إذن كم نرى الشمس ثم القمر ثم الأرض إذن القمر يوجد بين الأرض والشمس وعلى نفس الاستقامة على نفس الخط إذا رسمنا خط مستقيما سيمر من منتصف الشمس والقمر والأرض إذن كما نرى إذن عندما تسقط الأشعة الشمسية عمودية أو على خطوط على شكل خطوط مستقيمية على الأرض فإنها تجد القمر إذن القمر نعتبره كجسم معتم جسم معتم لا يسمح بمرور الأشعات الشمس لهذا يعطينا منطقة ضل إذن كما نرى ضل القمر على سطح الأرض أو الجزء من سطح الأرض إذن هناك ضل غامق إذن في تلك المنطقة التي يوجد بها ضل غامق هي منطقة كسوف كلي إذن في تلك المنطقة الشمس تحجب كليا من طرف القمر عن تلك المنطقة إذن يحدث كسوف كلي ويصبح النهار مظلمة بينما في منطقة نرى ضلا خفيفا إذن هذه المنطقة يكون فيها الكسوف جزئي إذن في تلك المنطقة الشمس أو بعض أشعة الشمس تمر إلى الأرض إذن الآن الكسوف عندما يحجب القمر أشعة الشمس عن سطح الأرض يحجبها عن سطح الأرض إذن وضل القمر يعطينا منطقة الكسوف الكلي للشمس إذن كاستنتاج يحجب القمر الشمس كليا في منطقة الكسوف الكلي إذن منطقة الغامقة في الصورة إذن هي منطقة الكسوف الكلي وهي دل القمر وجزئيا في منطقة الكسوف الجزئي كما نرى بعد دل خافت إذن في تلك المنطقة يكون الكسوف جزئي وخلال الكسوف يكون القمر في طور المحاق أو غياب القمر عندما يكون القمر في طور المحاق يعني لا نراه مظلما هنا يحدث الكسوف نمر الآن إلى ظاهرة الخسوف يعني خسوف القمر يلاحظ الخسوف ليلا طبعا إذن الخسوف القمر يكون بالليل وهو عندما يختفي القمر لبضع دقائق ثم يظهر من جديد إذن يكون القمر واضحا ثم يختفي كما نرى في الصورة على هذه الصورة يختفي تبدو صورته وهكذا نرى بعض الإضاءة في الجوانب القرص من القرص القمر إذن السؤال هنا كيف يحدث الخسوف أو كيف تحدث ظاهرة خسوف القمر إذن تحدث ظاهرة خسوف القمر عندما تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة في هذا الترتيب إذن عندما تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة الآن تكون الشمس ثم تليها الأرض ثم القمر أعيد الشمس الأرض القمر في هذا الترتيب يعني الأرض تكون بين القمر والشمس على نفس الخط المستقيم يعني في استقامة واحدة كما تبين لنا الصورة التالية إذن نرى الأرض وسط القمر والشمس إذن نرى الشمس ثم الأرض ثم القمر مدار القمر على شكل خط متقطع يعني المدار أو المصار الذي يدور فيه القمر حول الأرض ثم لدينا إذا عندما تنتشر أشعة الشمس باتجاه الأرض نلاحظ أن الأرض تعطي ضلا على القمر إذن تضلل القمر إذن ضل الأرض يحجب أشعة الشمس عن القمر إذن هنا ضل الأرض هو حجب أشعة الشمس عن القمر وهنا القمر أصبح مضلما يعني اختفى القمر اختفى نور القمر يعني أصبح لا نراه بفعل ضل الأرض إذن هنا الأرض هي من تضلل القمر حتى لا تصله أشعة الشمس إذن عند دور القمر إذن استنتج خلال دوران القمر حول الأرض يمر أحيانا وليس دائما أحيانا عبر منطقة ضل الأرض إذن خلال دوران تصادف هو والأرض والشمس على استقامة واحدة ولا تحدث دائما هي أحيانا قليلا ما تحدث إذن عند دوران القمر حول الأرض تكون يكون هو والأرض في استقامة واحدة ويمر هنا على يمر عبر ضل الأرض هنا يحدث خصوف القمر فيختفي لدقائق ثم يظهر من جديد عندما يستمر في الدوران حول الأرض يعني يبتعد عن المنطقة الضل التي تحدثها الأرض وخصوف القمر يكون عندما يكون القمر بدرا إذن عندما نرى القمر في السماء بدرا مكتملا يحدث الخصوف ليس دائما عندما يكون القمر بدرا يحدث الخصوف يعني عندما ظاهرة الخصوف تحدث عندما يكون القمر بدرا وشكرا